هندرس يونت 2 والطوبيكس اللي اللي يبقى فيها السيلز او الخلايا التشوز او الانسجة والسيستمز of the body يعني نظام انظمة الجسم زي النظام الدوري وكونكلوجين طيب بعنوان ايه يونت 2 ده بيسيك اناتومي and فيسيولوجي يعني هو هناخد بيسيكس مقدمة علم التشريح ووظيفة اشتركوا في القناة اهلا بالترينرز اللي بيدرسوا الكورس بتاع ISSA personal trainer احنا كنا قبل كده غطينا chapter 1 وهنبتدي النهاردة في chapter 2 وهنشوفي conclusion بتاعته بيكلم عن الفيسيولوجي عموما ووظيفة الاعداء تمام this unit describes the way human body is organized اليونت ده بيوضح ازاي الجسم الانسان مترتب او الهيكل بتاعه the 10 principal systems of the human body وبيقولك الانظمة العشرة اللي في الجسم ازاي النظام الدوري والنظام الحركي والنظام الهضمي الجهاز الهضمي او ممكن نسميه system عموما يعني نظام and how exercise positively affects all of these body systems وزاي الاكسرسيز عملية التمرين بتأثير بطريقة positive بطريقة ايجابية على ايجابية you have learned a few of the physiological benefits اتعلمنا مفروض اللي قرى الشابتر ده هيتعلم البنفتس او الفوائد الجسمانية of exercise من التمرين from the perspective of anatomy من عن طريق الطريقة التشريحية يعني الاختلاف في العضلات كده it increases هنا بيليست بيعمل لنا list بالحاجات زي ما قلنا positive effects او التأثيرات الايجابية على الفيسيولوجي بتاع الجسم او تشريح الجسم الناتج عن الاكسرسيز اول واحدة it increases blood volume او بتزود حجم الدم enlarges blood vessels enlarges بتكبر حجم او بتديد حجم البلود فيزلز او الاوعية الدموية it increases the number of blood vessels مش بس بتكبرها بت enlarge يعني بتوسعها لا كمان بتزود عددها lowers resting heart rate وبتقلل من معدل ضربات القلب اثناء الراح improves minute volume بتحسن من حجم الدقيقة طب ايه هو minute volume ده تعريف minute volume the minute volume of air هو the minute the amount of air كمية الهوى that a person can process الانسان ممكن يدخله في عملية التنفس during one minute في دقيقة of vigorous exercise vigorous exercise يعني exercise بيكون في قوة جسمانية ونشاط مش بيعمله هو خملان كده ده page 73 يبقى هو بيزود حجم الهوى اللي داخل في الجهاز التنفسي في دقيقة الواحدة تمام ده minute volume ده تعريف maximum minute volume او اقصى كمية oxygen ممكن الجسم يستخدمها اثناء ال exercise طبعا ده بيزوده تمام and helps keep blood linings clear of corrosive materials طيب ايه يعني ايه ده بيساعد في ابقاء بطانة الدم خالية من المواد التحلل ال corrosive materials هي مواد التحلل exercise also reduces peak levels of hyperacidity يعني ايه بيقلل من مستويات الزروة اللي هي peak levels of hyperacidity او من فرط الحموضة اللي بتحصل في الجسم تمام and it's discomfort وعدم احساس العدم الارتياح اللي ناتج منها من زيادة معدل الحموضة طيب زي ايه لما بيحصل في ايه such as such as ulcers ulcers اللي هي الكرح كرح المعدة تمام ال ulcers هي كرح المعدة يعني بيقلل من من الكرح you learned about the three rules of the nervous system وعرفنا كمان الثلاث ادوار اللي بالعلمها nervous system او النظام العصبي او الجهاز العصبي ايه هما بقى its senses changes inside and outside the body يعني فيها sensors كده بتسنس بتحس بالتغيرات الداخلية inside and outside of the body والخارجية اللي بتحصل بالجسم يعني لو حرارتك ارتفعت بتحس لو حاجة تخبطك بتحس the outside لو حاجة جوه inside زي الحرارة it interprets يعني بتفسر those changes وبيفسروا التغيرات دي يبقى بتحس بتسنس the changes و بتinterpret بتفسرها يعني ده خطر ولا لا دي حاجة دي ولا لا and it responds to the interpretations by initiating action in the form of muscular contractions or glandular secretions يعني ايه الكلام ده يعني الجهاز العصب بيحس بالaction وبعدين بي initiate action بناء على اللي بيحصل ده هل ان الانسان هيجري هيعمل ايه طاب لو جيره ده محتاج form of muscular constructions يعني هيحتاج ده انقباض عضلي or glandular section secretions secretions اللي هي افرازات غددية يعني مثلا هرمون الادرينالين او الادرينالين بيعمل ايه glandular secretions او افراز secretions يعني افرازات glandular غدي متعلقة بالغدد the nervous system is so complex هو معقد that it's not advice to tamper with its mechanisms هو complex جدا فهنا بيقولك بيرشح لك بادفايز بينصحك يعني do not temper يعني ما تتلعبش او تدخل في النظام من nervous system ده with its mechanisms بايه الميكانيزمز اللي فيه تمام ان شاء الله في السيشون الجاية هنشرح summary بتاع unit 2